اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمدعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معنوم ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزول واجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارسون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستعخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إن لا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعسون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صرط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الخامين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزع مغصوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من خلم إخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الخفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ داخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بخلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يغنض من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إلا آل الوطن إنا لمنجوهم أجمعين إن لمرأته قدرنا إنها لمن الخابرين فلما جاء آل الوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطورا مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتبوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من شجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرصبين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معربين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلق العليم ولقد آتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر اللهك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إننا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ